وقعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالرباط وثقة مشروع دعم تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 التي تروم النهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ويهدف هذا المشروع الذي وقعه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى رميد والمماثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنصق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب السيد فيليب بوانسو إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامن الخطة نحن لا ننظر إلى الجانب المالي في هذه الاتفاقية ولكن ننظر إلى الاهتمام والعناية الأممية بهذا المشروع الحقوقي باعتبار أن الأمم التحدة تنظر إلى نظرة في هذا نوع من التقدير باعتبار أن هذا البرنامج أو هذه الخطة سوف تدعم حق الإنسان وستنهض بها وستتؤسس لحماية أحسن لكافة الحقوق على جميع المستويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدعم المشروع من خلال وحدة لتدبير وآليات للتتبع والتقييم وكذا أنشطة موازية ستتم في أوقات مختلفة حسب الحاجيات والطلب ويرتكز المشروع على محاورتهم متتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي وخاصة على مستوى الجهات بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها وبالورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذ الخطة وتشكل خطة العمل التي صدق عليها مجلس الحكومة سنة 2017 إطاراً للتنصيق وتحقيق الانسجام بين السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان